السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلاب الصف الرابع الابتدائي معكم استهيئي مقاطعلمني النهاردة ان شاء الله معنا فيديو مهم جدا معنا المهام الادئية لمادة لغة الانجليزية كوننكت الرسمية طبعا اللي اصدرتها وزارة التربية والتعليم لو اول مرة تشوفونا ما تنسوش تعملوا عجاب لي الفيديو اشتراك في القناة فعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد طيب عندي اول مهمة بيقول لي الاتباق المفضلة ايجيبت is famous for many wonderful traditional dishes like full مدمس فتة بسبوسة يعني مصر طبعا مشهورة بانواع رائعة وتقليدية من الاتباق زي الفول المدمس الفتة البسبوسة write about it the traditional dish you like most draw your traditional dish يعني احنا هنكتب عن الطبق المفضل بالنسبة لنا وهنرسمه كمان فميديك جزء للكتابة او زي براجراف وجزء للرسم ماشي موفوش اي مشكلة انك ترسم طبق كده وتكتب او ترسم فيه الاكل المفضل طيب نشوف بقى البراجرافي ايه my favorite food is full مدمس يعني الطعام المفضل عندي الفول ايه المدمس beans cooked طبعا هو بيطبخ يعني بيتم طبخه ببطء او ببطء شديد served with lots of olive بيقدم بقى بيه اه نقدمه بقى بيه الكسير من الزيت بنحط عليه الزيت كتير garlic salt and we can put tomatoes too وبنطبعا بنقدمه بالملح والطوم وبنحط عليه برضو ايه الطماطم برضو ده كده او البراجراف عندي وبنرسم بقى طبقوي سهل جدا ان احنا نرسم ايه الفول طيب نشوف number 2 بيقول لي a trip with your friends it's end of your of years holiday احنا دي دعوة طبعا لصديقك احنا يعني في نهاية الاجازة الاجازة السنوية يعني you want to do many activities وانت عايز تعمل انشطة بطير some of your friends want to go to the beach وبعد اصدقائك عايزين يذهبوا للشاطئ some want to go to the museum وفي بعض الاصدقاء عايزين يذهبوا للايه دي رحلة يعني رحلة مع اصدقاء وفي البعد عايز يروح للمتحف some want to go to the zoo وفي البعد write about the activity you want to do during the trip يعني انت عايز تكتب بقى عن الانشطة اللي هتعملها خلال الرحلة draw what you can see do in this place وهتكتب بقى ترسم بقى عن اللي انت ممكن تشوفه في الرحلة دي ماشي ولا هتعملوا بقى في المكان طبعا هنكتب I want to go to to Alexandria احنا انا عايز اروح الاسكندرية I want to do to visit Alexandria وانا عايز ازورها تمام Alexandria library او انا عايز ازور مكتبة الاسكندرية and I want to swim in the sea وعايز اعوم في البحر I want to fly kites and play with same وعايز طبعا اطير اللي هتطيرات الورقية والعب بالرميل دي كده بالنسبة للمكان اللي انا ارغب ان انا ازوره طبعا انت لو عندك مكان تاني عايز تكتبه مفيش مشكلة احنا يعني مدينك اقتراح انك تكتب مثلا كذا لكن لو انت عندك اقتراح تاني وتعرف تعبر عنه يبقى حاجة طبعا ايه جميلة جدا يبقى دي بالنسبة للمكان اللي انا عايز ازوره والحاجات اللي انا عايز اعملها بقى في المكان زي ما قلنا visit Alexandria library زي مكتبة الاسكندرية وعايز طبعا وعنف البحر واطير طائرات وهلعب بالرميل نشوف اللي بعده بيقول لي you are celebrating one of the festival with your family and friends انت هتحتفل بي اه يعني احتفال مع اصرتك واصدقائك write about it what do you do during it هتعمل ايه خلال الاحتفال you celebrate it وهتحتفل ازاي what do you eat during it وهتاكل ايه make a symbol for your favorite festival وانت بقى هتعمل او هتكتب هنا الاحتفال اللي انت بتحبه او بتفضله وطبعا بيبقى مديك مكان برضو للرسم طيب انا هنكتب هنا ايه شام النسيم is Egypt's oldest festival يعني من اقدم الاحتفالات المصرية i spend all day in parks بقضي بقى اليوم كله فين في الحديقة او الحضائق and green area والمناطق الخضرة i play and have lots of fun طبعا انا بلعب يعني بحصل على كتير من المرح some people like to eat colored boiled eggs في بعض الناس بتفضل انها تاكل البيض الملون salted fish طبعا زي الرنجة والساردين والفسيخ and green onions والبصل الاخضر خلاص ودي طبعا رسمة بسيطة عن شام النسيم طبعا واهم رسمة في البيض الايه الملون تمام؟ طيب نشوف اللي بعده you want to invite your friends to your birthday party يعني انت هتدعو صديقك لحفلة عدميلاد عدميلادك write an invitation included هتكتب بقى دعوة والدعوة دي متضمنة ايه؟ addresses اللي هو العنوان time and place الوقت والمكان توقيت الاحتفال امتى او العيد ميلاد امتى ومكانه why to invite وانا دعيتك ليه؟ what to wear هتلبس ايه؟ what to burn هتجيب معك ايه؟ او هتحضر معك ايه؟ طيب ايه الدعوة هيت؟ بيقول لي طبعا وفي مجال زي مقولنا للرس dear friend صديقي العزيز i am having a birthday party next Friday يعني انا عندي او هعمل احتفال عيد ميلادي الجمعة القادمة at my house في منزلي بدل ما كان هو i am inviting all our friends ودعا ادعيت كل اصدقائي i want to to play some party games so bring some music يعني طبعا انا عايز العب او اعمل حفلة موسيقية عشان كده ممكن تحضر معك ايه؟ بعض الموسيقى it will be on sars day sars day august 12 يعني هتبقى يوم 12 اغسطس يوم الخميس it will be from 3 pm to 5 pm my address is 12 din route يعني عنواني بقى 12 شرع دين remember تذكر to wear something blue هتربس بقى شيء ازرق يعني كلهم هيبقوا متفقين على اللون ده وهيتبسوه i hope you can come see you than your friend يعني انا طبعا بتمنى ان انت تأتي عنشان اشوفك وتشوف طبعا اصدقائك دي كده دعوة لايه؟ لحفلة ايد ميلادي خلاص؟ طيب نشوف اللي بعده طبعا هو هنا يعني يريد تبقى السارس دي بده تبقى مثلا فرايدي حسب فوق او ممكن غير فوق تبقى فرايدي مهم يعني يبقى الايام متفقة مع بعك اللي بعده بقى يعني ازاي يبقى امن طبعا استخدام النت هتعمل ازاي لافتة كده او لوحة يعني ازاي تبقى امن يعني استخدام النت هتكتب عن هتعمل عشان تبقى امن يعني what shouldn't you do اللي مش يجب ان انت تعمله give advice to your friends وهتديلو نصيحة draw the leaflet you will share with your friends هترسم بقى زي شعورة او رسمة يعني للنصايح اللي انت هتديله وتكتب في كل دي بقى الباصمة اللي ايه يعني شكل الباصمة الالكترونية يعني بيقولي you should use a profile picture that doesn't show your face يعني لما تيجي تستخدم صورة للبروفايل بتاعك ما يكونش فيها وجهك don't share your password and personal personal information ما تشاركش طبعا الباصورد بتاعتك ومعلوماتك الايه الشخصية personal don't bully and don't be a plea يعني ما تتنمرش ما تبقاش ايه متنمر make sure online information about yourself it positive ويتأكد ان معلوماتك على الانترنت اللي هتنشرها يعني على الانترنت تكون مؤكدة خلاص او ايجابية تمام ودي كده اللفتة او الشعور اللي انا ايه هعمله وهاعمل في كل واحدة منهم يعني نصيحة من دي خلاص نشوف اللي بعده it's mother's day عيد الام you want to make present to your mom هايستعمل تقدم لمامتك هدية او تعملها هدية you have some old things at home that you can recycle يعني انت في عندك حاجات قديمة ممكن تعيد تدورها write about what things will you use يعني الحاجات اللي هستخدمها what will you do the steps اللي هتعمل بقى بيها الهدية what it is the product يعني هتعمل ايه هو في الاخر ايه المنتج اللي هتعمله draw a picture of the present you make وهتعمل بقى رسمة للهدية اللي انت هتعملها طب هنكتب هنا الهدية اللي انا هعملها I want to make a present to my mom هايز اعمل هدية لمامتي I bring paper انا جبت ورق colors and flowers to make card وهعمل ايه زي كارت يعني كارت كارت معاهدة first في الاول خطوات بقى ورق كلمات جميلة كده to my mom and I color it وهلونها then I glow flowers on the card وهلزق بقى الورد على ايه الكارت طبعا ودي صورة كده للكارت اهو جميل والوان جميلة طبعا لازم يبقى معك الوان انت رايح المهام علشان لو عايز منك ايه رسمة وطبعا بتكتب اي كلمة I love mom مثلا the best mom in the world يعني احسن ام في الدنيا وطبعا رسم ورده ايه لازقها على الكارت خلاص نشوف اللي بعده بيقول لي you and your friends are playing your favorite game in an open area يعني انت اصدقائك بتلعبوا لعبة مفضلة ليكو في منطقة مكان مفتوح او منطقة مفتوحة write about the name of the game اسم اللعبة how do you play it بتلعبوها ازاي draw a picture of your favorite game وهترسم بقى رسمة للعبة اللي انتو بتلعبوها our favorite game لعبتنا المفضلة heed and seek we play this game in an open area وبنلعبها في منطقة مفتوحة one player called the seeker طبعا شخص منهم بيسمى الايه اللي هو المختق المحقق يعني اللي بيدور بقى closes his eyes بيغمد عينيه and counts to 10 وبيعد العشرة the other players head والعشرة البقيين او القصدي البقيين يعني القصدقاء اللي بيلعبو head بيختفوا the seeker tries to find بيحاول ايه عندنا زي الاستغمية يعني بيحاول نهو يجدهم the first player the seeker find اول واحد بقى بيحبي بيجده بقى the seeker ده become the next speaker بيصبح هو بقى الايه الكادم بقى الشخص اللي بيدور بقى الكادم the last one lift is the winner واخر واحد بيبقى الفيز طبعا هنرسمينا زي شجرة وواحد كده ميدي وشه للشجرة يعني مختبئ مش مختبئ يعني مغمي عينيه وبصص للشجرة والبقي بقي اه في اماكن قريبة منه بيختبئوا اللي مختبئ ورا شجرة اللي مختبئ ورا اي حاجة وبرسم الصورة وبكتب الموضوع بتاعه مواضيع كلها سهلة you read the story about brother who wants to make a present for his younger sister يعني انت بتقرأ قصة عن اخوك اللي بيحاول يعمل هدية لاخته الصغيرة he likes recycle and he made a beautiful present for his sister هو بيحاول يعني استخدام بعض الاشياء ويعمل هدية لاخته بقول لي put the parts blue in order to make the story add a heading to the story يعني انا هعمل قصة عن اخوك اللي بيحاول يعمل هدية الاختي خلاص فانا دلوقتي اه بعمل بقى الايه القصة دي اه بقول اه علي اللي هو اخوك يعني recycle and recycle recycle and tomorrow is his sister هو بيحب التدوير عادة استخدام الحاجة وبكرة his sister ملك's birthday وبكرة عادة ميلاد ايه اخته ملك and she really wanted to have one هي بتحب الدراجة جدا وعايزة فعلا انها تحصل على واحدة علي doesn't have money to buy a new bike to mلك يعني مش معافلوس تكفي النواة يشتري لها ايه اه دراجة so he thinks of recycle the old one he has at home يعني عنده واحدة قديمة وهيحاول انه يعيد استخدامه تمام؟ طيب نا الجزء التاني علي takes the old bike to the garden خد بقى الدراجة القديمة للحضيق علي cleans the bike وبدأ ينضافها and remove the old metal ويزيل بقى المواد القديمة او الحاجات القديمة اللي عليها the bike is very old and brown but علي asks his uncle for advice يعني الدراجة قديمة قوي فهو سأل عمه يعني يعمل ايه يعني advice يعني نصيحة his uncle gives him special paint to product the يعني اداله بقى اجزاء مهمة علشان يعمل بيها الايه الدراجة علي paint the bike and boots new set on it بدأ بقى ان هو يحط مقعد جديد في الدراجة the bike is now beautiful وبدأت بقى يعني بدأ ان هو يعملها تاني ويستخدم الاجزاء ويحط لها مقعد جديد وبدأت بقى ايه جميلة ايه اخر حاجة او اخي بارت عندي دي من القصة يعني دي كده قصة وده ترتبها اه اه on malks birthday في عيد ميلاد بقى ملك علي gives ملك داها الدراجة he tells me ملك وهو عملها طبعا او عاد استخدامها من وحدها قديمة وطبعا هي كانت مبسوطة جدا وسعيدة جدا وكانت عايزة تشهر علي او كانت عايزة تدراجك جدا فكانت سعيدة وعلي فيلز براود يعني هو شعر بالفخر باللي عمله دي كده كانت اخر مهمة عندنا يا رب ان تكون افدناكو ما تنسوش تعملوني اعجاب للفيديو اشتراك في القناة استنوا مننا المهام الادائية لبقية المواد ان شاء الله فعلوا زر الجرس عشان يوصلوكم اي حاجة بنعمله السلام عليكم